يبدو أن هناك حراك سياسي يعود الخرطوم ومش عارف أن ليه الخرطوم بتعمل صورتها في الشتاء يعني الصورة الأولى كانت بدأت في ديسمبر وأذكر أنه في صديق أجنبي قال لي هذه الصورة لن تنجح كنا بنتناقش حوالين يعني الموقف دبلوماسي يعني فقال لي هذه الصورة لن تنجح الصورة السودانية فقلت له ليه فقال لي هذه الصورة تأتي في أجازات عيد الميلاد كل العواصم مشغولة بأجازات عيد الميلاد فالبشير سيخلص على الصورة سريعا سريعا وبعد ما الناس تحتفل بعيد الميلاد ورأس السنة هيرجعوا يتكون الموضوع دا انتهى الحمد لله صديقي دا ربنا خيب أمله خيبة كبيرة يعني وقعدت الطريقة عليه كتير وكل شيء ابعت له كده ماذا عن الصورة ما هي أخبار هل ما زالت الحكومات اللي انت تعبر عنها ما زالت في أجازات عيد الميلاد حتى بعد شهر ما دخلنا في شهر فبراير ومارس وكده المشهد السوداني قادر على اخجال المشهد المصري خد بال حضرتك وحضرتك انه احنا بنتكلم على دولة فيها عسكريين قادرين على الاطاحة بالمدنيين ولكن في نفس الوضع وفي نفس اللحظة العسكريين عارفين كويس رقم واحد ان البشير الذي استمر منذ التسعينات القرن اللي الفات في الحق كان مستندا الى القوى العسكرية والجيش قولا واحدا الامر التاني وهو امر هام ان الشارع السوداني ما زال قادر وراغب في الحركة في الشارع وفي ما عندوش مشكلة خالص في الدخول في موجة ثانية وثالثة والقضيتين دول لازم كده يبقى نحط السودان على الميكروسكوب تحت الميكروسكوب لانه التظاهرات اللي حضراتكم شايفين جزء منها ده النهاردة بتحصل وكبيرة وحجمها مؤثر والسودانيون والسودانيات قادرين على اعادة ضبط المشهد ما بين القوى العسكرية المكون العسكري والمكون المدني لكن البرهان او عبدالفتاح البرهان بيقول اننا ملتزمون بحماية الفترة الانتقالية وصولا الى مرحلة الانتخابات ودعا طيار المثاق الوطني بقوى اعلان الحرية والتغيير بالسودان في بيان الى تنظيم مسيرات احتجاجية للمطالبة باسترداد الثورة وذلك على خلفية التجازبات والخلافات بين المكون المدني والمكون العسكري في السلطة الانتقالية البيان قال سنلتقي بكم السودانيون في الشوارع السبت المقبل في مواكب استرداد الثورة لي بس الحياة السياسية في السودان او اعادة ضخها يعني موضحا انه من الواجب الوطني انه شارك شعبنا الخروج لدعم العودة الى منصة التأسيس وتقوية اجهزة التنفيذ لمهام الحكومة بهدف الانتقال الديمقراطي السلم ترجمة نانسي قنقر